نروح لفرقتنا اللي على أعتابة بداية في مشوار جديد مشوار البحث عن بطولة دوري الأبطال والحقيقة يمكن طبعا خليني قبل ما أدخل في المباراة حضراتكم عارفين أن مجموعة الأهلي المصري بتجمعوا بفرقتين من السودان الأشقاء طبعا المريخ والهلال السوداني ومعهم طبعا فريق ماماليدي سانداونز من جنوب أفريقيا والحقيقة يمكن كانت أسيرة مشكلة الملاعب الأشقاء في السودان قبل بداية البطولة وحسنا فعل الاتحاد الأفريقي يعني أنه حدد معايير معينة للملاعب التي تصديف مباراة دوري الأبطال ويمكن في البداية كان ملعبي الهلال والمريخ غير مطابقين للمعايير دي لكن الهلال السوداني قدر يطور من ملعبه بسرعة وسمح لي الاتحاد الأفريقي باستضافة مباراة البطولة على ملعبه أما فيما يتعلق فيه بمباطشات المريخ فالحقيقة طبعا وده دليل حقيقة وتأكيد على مبدأ واضح وراسخ مش بس في سياسة النادي الأهلي ولكن في سياسة الدولة المصرية اللي بتربطها علاقات قوية جدا جدا مع أشقاء في السودان الأهلي وافق بالفعل على طلب إدارة المريخ السوداني باستضافة ملعب الأهلي ويقى السلام لمباراة البطل السوداني وبالتالي هتقام كل مباراة المريخ السوداني فيما يتعلق ببطولة دوري الأبطال على ملعب النادي الأهلي والأهلي رحب الحقيقة بالأشقاء السودانيين وأكد على استعداده التام والكامل أنه يقدم كل حاجة يعني يستجيب لكل طلبات الأشقاء في نادي المريخ ويستقبلهم ويستقبل كل ديوفهم أهلا وسهلا بيهم في مصر في كل وقت وفي أي مكان وطبعا ده قوبل بشكر وتقدير من إدارة نادي المريخ اللي أكدت طبعا على احترامها الكبير مش بس على مستوى الإدارة وعلى مستوى الجماهير السودانية بشكل عام والمريخ بشكل خاص للنادي الأهلي والدور اللي بيقوم به بشكل عام ويمكن فرصة كمان لتأكيد على أنه الأهلي بيرحب مش بس يعني بالأشقاء السودانيين بكل الحقيقة الأشقاء العرب والأفرقة إذا محتاجوا لأي نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو التعاون أهلا وسهلا بيهم تكلم على النادي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى قارة إفريقيا وبالتالي المكانة دي تحتم عليه أنه يتحمل مسؤوليات كبيرة جدا لأهلي أبدا ما بيتأخرش